أهلا وسلم بكم عزيزي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم حاج عراق تدرون شاهدون كل حلقاتنا على المواقع التي تظهر دائما في أسفل الشاشة على السوشيال ميديا انستجرام والفيسبوك واليوتيوب أيضا تقدرون أن تتواصلوني ويعني على موقعنا الخاص www.sotanmustakbel.com زيارة البابا إلى العراق ويوجد بها تبعات عديدة تصب في مصطحة العراق وخصوصا تصريحات البابا أنه أجي العراق حاجا وبالتالي يمكن أن تصير بها منافع كثيرة اقتصادية ويمكن أن تنعيش السياحة حتى الدينية وحتى نتكلم حول هذا الموضوع في الستوديو الإعلامي الأستاذ رياض هرمز أهلا وسلم بك أستاذ أهلا بك وجميع المشاهدين والمستمعين لصوت المستقبل أهلا وسلم بك وحضوات الشعار ووزعوا قبل وصول بابا صح طبعا وهي كانت حلوة وراح أفاجعك بها حضرنا فلوس نحضرها إليك شكرا جزيلا شوفها على الانتلام التفقين ولا حاجين والله الآن من أصدق قدمك شعاني عالية فشكي لك تخلقها أول ما بي الحلقة حتى منك وما أخذها من عندك شكرا جزيلا لهذا الشعار طبعا هي مو بس إلك الشباب همين جابي لهم ويايا شكرا جزيلا هو هذا العلم؟ العلم الفاتيكان والعلم العراقي علم العراقي زين شو هنشفت زيارة البابا؟ يعني إحنا قبل فترة نتحدثنا عن كانت زيارة مرتقبة مرتقبة وكان خايفين الوضعية أو 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 بس الحمد لله وشكرا لما أجا هو طلب يكون الحمايات العراقية يكونون ويا مو الحمايات ماتة مع أنه كان جاب كم واحد يعني ويا بس لا أقل ولا أكثر الحمد لله وشكرا من بدايتها لنهايتها نشكر القوات الأمنية كل قاطبة وجميع المسؤولين اللي جايته وبحمايته وحماية اللي موجودين كلتهم العراقيين أو الأجانب أو الصحفيين اللي كانوا جاينويا زين يعني اليوم في ضل وضع الأمني للناس طول العراق وضع الأمني موزين ووضع الأمني موزين غالبسته وهو إجا بحمايات عراقية هاي شي تشتطي رسالة حول العراق والوضع بالعراق بقائك بصراحة وعنده بداية قال لولا حتى قبل قبل كم يوم يعرفوا وضع العراق لولا قبل كم يوم من جيته طبعا دكتور قبل كم يوم يقولوا لولا تجي يعني الوضع هي حيل خطرة الوضع هي موادري قال لهم أنا رسالتي أنه أوصل رسالتي السلام للكل وخاصة للعراق أنا برنامجي من توعدوية للشعب العراقي للكل أنا أجي معنا هو دكتور أنت تعرف بي رح أن أعطيك معلومات أنت يجوز ما تعرفها قليلين المشاهدين ما يعرفوا هو الحبر الأعظم رئة واحدة عنده وقبل ثلاث أسابع إلى أربعة أسابع قبل ما يجي كان مسوي عملية الحوضة مكسور ما كان يقز بالمشي كان عنده ترى المفروض دكاتور نصحوها ثلاثة شهور إلى ستة شهور يلا يقوم يتراجع تعرفت الدكتور يعني شي نوعا لما حوض وأمره ثلاثة وخمسة وثمانية سنة يمشي يعني هم صعبة تشوفت يعني والحمد لله وشكر ورغم هذا إجا واستمتع بالموضوع ولو أكو لقطات كان مقهور عليها يعني حيل حيل فينينا وتعديدا حيل يعني نقهر خاصة بحوش البيعة لما طلع وده يفتر على لو شوف رادة دمعة تنزل معين وأكو لقطة لخة قريبة إحنا من شيء قريبا عليه لما دخل سيدة النجاة ذكر الأحداث اللي صارت أو يعني سامح لا 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 ده يريدي يشوفهم يريدي يسمعهم يريد أصواتهم طلعت من مننا ومننا بإذنه يقول أني سمعتهم ده ريد أشوفهم يعني وضعية كانت أكو طبعا ربي طوله بعمره وإيضا هذا يمكن يدل أن العلاقة جدا عالمية وجدا مهم بحيث في ظل الصعوبات الصحية اللي ديمور بيها هو أصار أنه يجي العراق وصارت الكرة اليوم في ملعب الطبقة السياسية العراقية واحد سوى زيان سوى كل جزيان أمينا شون برايك نقدر نستغل هذا الموضوع أنا سمعت البؤور المولدات والطريق المعبت والسجادات ورمار راح البابوة إن شاء الله والمفروض هذا المكان أعتقد ما طول تجال بابوة يصير مزار يعني عالمي صح؟ شون يقدر نستفر هذا الموضوع أولا قبل جيت تقريبا اشتغلت الفيلم عن هناك عن أور وعن بيت النبي إبراهيم بالضبط المكان اللي صارت بالأحداث كلها الاهتمام صار يعني كل شيء كل شيء آخر دقائق يعني ده تفاجأ هناك وده تفاجأ يعني التبليط وما تبليط وإلا هذه تحضيرات وأذي تعجبت تعجبت وتمنيت ومعنه بصف النبي نبي إبراهيم عليه السلام وزقورة بين ذاك وشاليهات ومكانات الشاليهات ومكانات الأكشاك اللي يبيعون شو ما نقول تماثيل أو زقورة أو هذه أو 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 اللي كان ده يسويها من هو متحف الناصرية متحف الناصرية الأثري اللي هناك بالناصرية فمكانات هم بين يعني تدري إستغلال عوف النفط عوف النفط يا أخي عوف النفط هي بس الآثار اللي هناك للسياح للسياح من قول الحجاج بس للسياحة خير من الله سوف تفتح آفاق هذه على زيارات يعني ناس من خارج عراق لعراق زيارة هذه الأماكن طبعا أنه من متأملين على هذه الشغلة بس ما تحتاج قلت لك البنوة التحتية جيد يعني الآخر دقائق بسالبية في الجانب إيجابي ترى يعني أنت تدري لما هي متوارثة ومتعرف عليها يعني أنت لما أنا أسوي مكسرة بالبيت وأسمع أبويا جاي أعد للبيت أسوي دي لوكس فهي يعني هذه ما نعطي أنه لدينا قابلية نرمم لدينا إمكانية دكتور من المفارقات الجميلة خاصة اللي جتي قبل الأيام الشباب أصدقاء بمزحة أو غير مزحة كان دي يقولوا يدير أبو قابي بس ممكن يفوت من يمن حتى يبلطون أبو قابي بس يجون حتى بس يشلون هاري يعني نقدر إحنا ليش ليش نقول ما نقدر إحنا نقدر ونقدر ونقدر خلال أسبوع عشر أيام أقل من عشر أيام دي المنطقة يعني تغيرت 120 درجة طبعا ليش يعني إمكانيات عندنا إمكانيات المادية البشرية والآليات صح صح معناها إذا هذا التحدي يصير لكم بالعلاق سياحة دينية لمختلف الطواف نقدر ننهض في هذه السياحة بدليل أنه خلال يوم ستة بشار ثلاثة هي يكون يوم الحج تقريبا بالثالث يصير الحج الحج الكبير يبدي المفروض يبدي من مو بس إحنا كالطايفة المسيحية لا بقية الأديان أكيد هذا أيضا دور إعلامي بحيث كل مرة أتمنى من زي المخرج حتى ياخذنا نقطات على أور وحتى على مقام النبي إبراهيم لأن أكيد هذه ثروة سياحية ودينية لازم نفخر بها ومن واجبنا أن نتكلم بها كثيرا نحن نقدر كل شي نسوي أخويا مصطفى نقدر كل شي خاصة الحج الحج يعني للكل هي لكل طواف كل الأديان وخاصة نحن بهالأثنى بهالأيام نبدأ الحج مالتنا من هناك وننطرق إلى بيت المقدس إن شاء الله خير نحن نساعدين بهذه الزيارة ونتمنى تتكلل خطواتها بالنجاح إن شاء الله دكتور مصطفى أحلى أحلى شي صار هو لقاء وهي سماحة السيد علي السيد أدام الله صحيح يعني يعني حيل 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 كانوا متخوفين أكو ناس بس الناس اللقين لا اتفاعلوا بيها وخاصة وورا اللقاء يعني صار مفارقات الحلوة يعني حتى المصورين اللي كانوا جاينويا أحد الشباب كان لازم سلاح بش الفاب اندر يعني هذا فتش وأكو ابنية بن ناصرية يمكن اسمها رازان ابنية عمرها سبع سنين قال بس صلي للعراق هي الوحيدة اللي يمطاها ميدالية ذهبية منقوش عليها صورته ومن وراء الفاتيكان هو الوحيد اللي يمطاها هذه أكيد يعني فتش وكان أجب أيضا زيها العربي العراقي الأصيل أكيد كان هذه الأخطات فرحتنا وشفناها وتم تدولها حتى بالسوشال ميديا على مستوى العالم وهذا شعور لا يوصف أستاذ رياضان جدا سعيد بحضورك وانا وردني عزيزين اليوم الله يخليك شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين مثل ما قلنا الآن صار دور المؤسسات الحكومية أنهم تنهض بالسياحة الدينية خصوصا في ظل الدعم الكبير الذي شهد العراق في الفترة الماضية أعزائي المشاهدين وصلتوا إلىكم بناء حلقتنا هذا اليوم انتظروا في حلقات القادمة تيمو الله